السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تغيير رقم الهاتف لحساب الجيميل فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب أول شي تحتاجون تسوونا تدخلون على حساب الجيميل عندكم بهذه الطريقة بعدين تضغطون على هذه الايقونة من هنا رح تطلع عندكم الحسابات الخاصة فيكم فتختارون حساب الجيميل اللي تبغونا فإذا اخترتوا الحساب لنفترض مثلا هذا الحساب الآن الأول تضغطون على خيار اللي هو إدارة حسابك على جوجل رح تفتح معاكم هذه الواجهة من هنا تلفون شوي الخيارات اللي موجودة تروحون على خيار الأمان تضغطون عليه فبعد كذا يا شباب من هنا تنزلون شوي تحت رح تحصلون خيار اللي هو رقم الهاتف المخصص لاسترداد الحساب تضغطون على هذا الخيار فبعد كذا يا شباب رح يظهر معاكم الرقم القديم اللي كنتم مسجلونه تضغطون على أيقونة القلم وبعد كذا من هنا تسجلون الرقم الجديد اللي تبغانه برضو هنا في خيار يا شباب إذا حابين تختارون الدولة اللي أنتم فيها تختارون الدولة وبعد كده تسجلون رقم الجوال هنا فبعد ما تسجلون رقم الجوال تضغطون على التالي وبعد كده تضغطون على خيار الحصول على الرمز كده يا شباب بيكون جاتكم رمز عبارة عن 6 أرقام في الجوال فتسجلون الرمز هنا وبعد كده تضغطون على خيار إثبات الملكية وراح يتم تغيير رقم الجوال عندكم في حساب الجيميل فهذا كان يا شباب شرح اليوم إذا حبين تعرفون أكثر عن جيميل أو تطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة